السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي إن شاء الله النهاردة هناخد الدل اللغة رتمية هنعرف يعني إيه اللغة رتمية نسمع على الاسم ده أستاذ وما نعرفش إيه هو استخدامه إيه الدرس ده باختصار بيحسب لك أي قص انت محتاجه يعني مثلا لو سألت واحد سؤال قلت له تلاتة قص كام تديني خمسة طبعا مش هنعرف فالدرس ده هيجوب لي على كل الأسئلة أول حاجة رمز الدرس ده أو رمز اللغة رتم بنرمز له بلوم بالانجليزي اسمه لوم الرمز ده موجود على الآلة الحزبه هنشوفه هنحله بالتفصيل المهم إن سؤال اللغة رتم بيجي لك مثلا مكتوب كده وده ناتج بتاعه معنى إيه كل رقم من دول ليه معنى؟ دوت يا أستاذ ناتج السؤال ما تتفجأش ده القص يعني مسألة اللغة رتم لو كتبتها على الحزبه وطلعت الناتج هو ده القص ده الأساس مش فاهم قال لك لغة رتم 2 8 3 ده لو حبيت تحطه في صورة قصية هيكون 2 ما هو ده الأساس قصي 3 بتساوي 8 مش فاهم برضو لو معايا اللغة رتم 5 25 بي بتساوي 2 تعال كده نحلها حطها لف صورة قصية 5 قص 2 بتساوي 25 ده هو يا بش مهندسين الأساس اللغة رتم اللي بيطلعوا اللي بيساويه ده الناتج أو ده القص تاني لغة رتم 4 1 4 بتساوي سلب 1 ده هنا يا أستاذ ده الأساس وده القص بتساوي 4 تمام فعمق يلي يبقى اللغة رتم ده هو الدلة العكسية للدلة القصية مش فاهم برضو ده الدلة القصية لو جبتلها دالة العكسية هتقوم ادياك اللغة رتم طيب اللغة رتم ده عشان ينكتب ليش روت ايه شروطها لو جاب يا بش مهندسين مسألة زي دي نيسي يحط هنا رقم هو منسيشي هم اتفقهم ان ده اسمه لغة رتم معتاد يعني ايه لغة رتم معتاد لغة رتم المعتاد ده بيبقى الأساس هنا كده عشرة وهم اتفقهم انه مش هيكتبوا العشرة دي يكتبوها لغة رتم ألفة على طول يبقى اللغة رتم اللي من غير اساس ابقى عارف ان الاساس ده بيساوي عشرة يعني تاني انا لو كتبت لغة رتم نقط مية بيساوي اتنين يبقى انا عارف ان ده معناه ده الاساسة هو عشرة قصة اتنين بتساوي مية متفقين ان ده الناتج هنا الاساس ده القص لان اللغة رتم بيحسب قص يبقى اول ملحوظة او اول معلومة عرفة ان اللغة رتم اللي من غير رقم تحت اسمه لغة رتم معتاد فعلشان كده هتلاقي فيه زرارين اتنين على الآلة الحسبة زرار مكتوب عليه كده وزرار كده الزرار ده عملوه للغة رتم المعتاد اللي هو اساسه عشرة هنا اللغة رتم اللي اساسه اي حاجة الملحوظة التانية بيقول يا بش مهندسين الاساس ده لو هو اسمه الف مثلا لازم يكون عدد ينتمي للأعداد الحقيقية الموجبة معدل واحد يعني نص ربع تلت خمس اتنين اربعة ستة اي عدد معدل صفر والواحد يعني كل الارقام اللي بالموجب معدل واحد ليه يا استاذ لو انا كتبت يا شباب لغة رتم سالب اثنين تمانية طلع لي ناتج دي كده فانت قم تقايل انها سمي دي سي يبقى تمانية بتساوي سالب اثنين قس سي تمانية دي كان موسي كام تمانية اثنين قسي دلاتة طيب هل الاساسات متساوية عشان تبقى الاسس متساوية لا فبالتالي يا استاذ ما ينفعش اجيب لغة رتم اساسه الرقم اللي تحت ده سالب او صفر او واحد طب ليه الواحد يا استاذ لو انا قلت لغة رتم واحد وهنا تمانية هنسويها بالسي لو انا عايز اجيب القيمة يبقى تمانية بتساوي واحد قس سي التمانية اللي هي اثنين قسي تلاتة هل الواحد قسي اي حاجة هيديني اثنين قسي تلاتة لا كلام مش منطقي يبقى دي مش نافعة طب ليه صفر يا استاذ كمان لا لو انا حطيت لغة رتم صفر تمانية اسويها بالسي هل التمانية بتساوي صفر والسيسين برضو ما تنفعش فعلشان كده قالك لازم 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 الاساس ده يكون عدد بالمجب وما يكونش صفر ولا يكون واحد ما ينفعش احسب لغة رتم وفيه هنا سالب ازاي يا استاذ يعني انا مثلا لو قمت حطي الدب سين هيبقى سالب خمسة بيساوي خمسة قسسين طب دي قس واحد هل الاساسات متساوية عشان الاساس متساوية لا يبقى هنا فيه ثلاث ملحوظات نتكلم فيهم تاني الملحوظة بتقول لو انا جبتلك لغة رتمي كده يبقى انت عارف ان الاساس اللي هنا عشرة لو ما كتبتش حاجة تحت يبقى الاساس اللي هنا كام عشرة والعشرة دي ما بتنكتبش لازم يا استاذ يكون الرقم اللي تحت عدد مجب يكون اي عدد معدى الواحد او الصفر ما ينفعش يكون سالب يبقى اربعة بتساوي نص قس سالب اتنين النتج اللي هنا يبقى سالب عادي ما فيش اي مشاكل القس السالب بيقلب هتبقى اتنين قس اتنين اللي هي باربعة ما ينفعش يا استاذ لغارتنا يكون هنا سالب لازم يكون موجب لو جينا نحل المسألة دي تتحل عادي تسع بتساوي تلاتة قس سالب اتنين اللي هي بواحد عا تلاتة قس اتنين اللي هي بتساوي تسع نبدأ بقى يا باش مهندسين نشوف اسئلة عن ايجاد قيمة للغارتن عشان تجيب قيمة لغارتن ساوي بمجهول وليكن ان احنا هنقول ان هو بيساوي سين حوله لمسألة قسية ستاشر بتساوي اتنين قس سين الستاشر دي كام قس كام ستاشر يا استاذ اتنين قس اربعة بتساوي اتنين قس سين بما ان الاساس بيساوي الاساس يبقى القس بيساوي القس اذا سين بتساوي اربعة يبقى قيمة اللغارتن ده اربعة ممكن تتأكد بالقالة الحسبة جبناها لغارتن الاساس اتنين ستاشر بتساوي اربعة السؤال اللي بعده ده اسمه يا استاذ لغارتن معتاد ليه لغارتن معتاد؟ علشان يا استاذ المفيش اساس لي يبقى الاساس ده عشرة هاقومي ساويه بسين برده هنا في عشرة نرفع قسية يبقى عشرة قس سين واحد على ميت ألف يبقى عشرة قس سين بتساوي عشرة قس سالب خمسة الناس اللي معطاردة على ميت ألف احنا بنعلم هاق بنعد الأرقام واحد تنين تلاتة أربعة خمسة يبقى فيه خمس تصفار في المقام يا استاذ ده ده واحد بيتعد برده كأنه رقم يعني عشرة قس خمسة في المقام بتطلع من تحت الفق بنغير إشارة القس بما أن الأساس زي الأساس يبقى القس بيساوي القس يبقى اللغة رتمي ده قنته بسالب خمسة السؤال اللي بعضه اللغة رتمي اتنين جتا خمسة واربعين بيتحلل زي هناخده برضو يا استاذ نسويه بسي جتا خمسة واربعين بتساوي اتنين أسسين جتا خمسة واربعين ده ده واحد على جزر اتنين بتساوي اتنين أسسين انت فاكر ان الجزر التربيعي ده قمته قس نص تمام هيطلع من تحت الفق يبقى اتنين أسسين لبنص بيساوي اتنين أسسين الأساس زي الأساس يبقى القس بيساوي نص ده يا استاذ أسئلة بالنسبة لو جاب للغة رتم وعاوز قمته طب يا استاذ لو حبتلي المجهول هنا أو هنا نتصرف ازاي نجهز بقى يا شباب عشان هنتعمق في الأسئلة شو هي هنحل يا استاذ الأسئلة دي ازاي أول سؤال هنرفع يا استاذ دايما كل الأسئلة دي هخليها صورة قسية اتنين قس سبعة يبقى سين بتساوي اتنين قس سبعة بمية تمانية وعشرين خلصت في خطوة تمانية طب السؤال اللي بعده ده ده معناه لغة رتم وفيه هنا حاجة كأنها سين بالضبط كأنها مجهول كأن كل الهتة دي كده مجهول نحل لها يبقى لغة رتم تلاتة سين بتساوي اتنين قس واحد اللي هي اتنين وبعد ما حسبت دي ارجع احسب دي من جديد كأنها مسألة جديدة يبقى السين بتساوي تلاتة قس اتنين اللي هي بكام بتسعة براو السؤال اللي بعده هنرفع يا استاذ الاساس ده يبقى مقياس اتنين سين زائد واحد بتساوي خمسة قس واحد ده مطلق لما يكون فيه قيمة مطلقة زي ده كنا بنعمل ايه ده كنا بنعمل اعادة تعريف يا استاذ بناخدها مرة موجب ومرة سالب ده لما سين اصغر من السالب نص وده لما سين اكبر من او تساوي السالب نص يبقى اتنين سين بتساوي اربعة سين بتساوي اتنين اكبر من السالب نص ايوه ده هاخده طب هنا اتنين سين بتساوي سالب ستة يبقى سين بسالب تلاتة السالب تلاتة اصغر من السالب نص ايوه هاخده خلي بالي الناس مش اي قيم يا باش مهندس هتنفعك في اللغارات هناك من فيه مطلق خدنا المسألة واحنا مغمضين عادي لان المطلق مش هيطلع ليه هنا سالب لازم تتأكد من شروط اللغارات لازم يكون هنا موجب وهنا موجب طب السؤال اللي بعضه عادي يا استاذ نتخلص من اللغارات ده الاول دايما ده الاول طالما ده اللي مجهول هتسيب اللغارات ده كده كل ده كأنه عدد كأنه حاجة ثلاثة قص واحد الكبير ياخد شرط النص والتالي عكسه ومنها السين بسالب اتنين ومنها السين بموجب اربعة السؤال الاخير هنشيل يا استاذ جزر خمسة تبقى سين وسي اتنين ناقص حداشر سين ناقص واحد بجزر خمسة قص اربعة طريقة تفه جدا انت بتتخلص من اللغارات ده في لحظة انك تكون عارف بس معنى ايه كل ده سنين فاتت سين تربيع ناقص حداشر سين ناقص واحد بتساوي خمسة وعشرين الجزر خد نص القص بأهينة اتنين خمسة قص اتنين بخمسة وعشرين هنساوي السؤال بالصفر سين تربيع ناقص حداشر سين ناقص ستة وعشرين هنحلل اللي اتنين في تلات عشر الكبر ياخد النص والتاني عكسه ومن هسين بتساوي سالب اتنين ومن هسين بتساوي موجب تلات عشر طب انا هاخد انه انا هاخد الاتنين يا استاذ لان لو عوضت هنا الرقم اللي اتنين هيدوني موجب يبقى مجموعة الحل سالب اتنين وطلات عشر امثلة كمان السؤالين دول يا استاذ هتعامل معهم ازاي اول سؤال يا استاذ مستحيل انسى اللغاريتم ازاي بقى لما يجي لك اللغاريتم كله في قص قص اتنين كأن ما فيش لغاريتم مسألة تحليل عادية يعني هنفتح قصين يا استاذ ونحل العادي لغاريتم ثلاثة سين في لغاريتم ثلاثة سين ايوة اللي اربعة في خمسة تمام سالب وسالب كويس بتساوي سفر لغاريتم ثلاثة سين بتساوي اربعة وهن لغاريتم ثلاثة سين بتساوي خمسة تاني اللي خلاني ما قدرتش اعمل اي حاجة في المسألة دي ان اللغاريتم كله قص اتنين فقمت يا استاذ قيل له ان انا هعتبر ان السؤال ده كده تحليل مو تم حل يعني السين هتساوي متين تلاثة واربعين السؤال اللي بعضه لغاريتم اتنين سين بيساوي لغاريتم ثلاثة تسعة المسألة دي يا استاذ انا حلها ازاي قالك سهلة انت هتاخد الطرف ده تقول بكام لما يكون في لغاريتمين اتنين الاساس مختلف كده خد واحد منهم هتكنته فانا هقول لغاريتم ثلاثة تسعة ده بصد يبقى تسعة بتساوي تلاتة قص صد تلاتة قص اتنين بتساوي تلاتة قص صد يعني الصد باتنين يعني لغاريتم اتنين سين دق متها يا استاذ باتنين يبقى السين اتنين قص اتنين بتساوي اربعة الاسئلة دي يا استاذ احلها ازاي يعني ايه لغاريتم دي يا استاذ سين قص ستة بتساوي سين قص خمسة سين طب ما كويس ما انتخلصت السؤال اهو السين دي راحت يبقى الستة بتساوي خمسة سين يعني السين بستة عخمسة ماشي انت اللي حلته طب ده يعني ايه جزر سين نقص اتنين زائد اتنين بتساوي سين قص واحد كويس وبعدين هقول جاية يا استاذ جزر سين نقص اتنين اعدل اتنين دي بأشارة مخالفة تمام تبقى كام سين نقص اتنين كويس وبعدين هربع الطرفين ماشي سين نقص اتنين بتساوي سين نقص اتنين قص اتنين هساوي السؤال بالصفر بقت سين نقص اتنين قص اتنين ناقص سين ناقص اتنين بتساوي صفر فيه هنا يا شباب ناس كانت هتقول انا فيك القص تربيع وحل يا استاذ واجمع لزاة بعضه تمام حلق سليم فضل حال هنا في حالي انا هاخد سين ناقص اتنين مشترق اتبقى سين ناقص اتنين ناقص واحد واحد حفز خانة ومنها السين باتنين ومنها السين بتلاتة لازم يا شباب اعوض بالارقام واتأكد ان الداني هنا موجب طب في السؤال اللي بعده المسألة دي من الاسئلة المهمة جدا في الدرس ده مهمة جدا 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 كمان بناخد يا شباب كل واحدة من دول نسويها بثابت طب احنا عملنا كده ليه؟ شوفي الاساسات مزي بعضها طب لو الاساسات زي بعضها برضو يا استاذ انت مدتنيش مسألة زي دي في خواص اللغارات مات هتاخدها بطريقة اسهل وابسط المهمة خلينا في درسنا احنا عايزين نتعامل مع المسألة دي هنحلها ازاي؟ هناخدها نساوي دي برمز وليكن كاف يبقى سين مقصة اتنين هتساوي تلاتة قس تلاتة كاف جات من اين؟ ماي 27 تلاتة قس تلاتة هي من 27 قس كاف و27 تلاتة قس تلاتة كويس رجحها لغارات مي تاني بقت لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي تلاتة كاف طب احنا عايزين نقسم على التلاتة يبقى كاف يا استاذ بتساوي تلت لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين يبقى معنا كده ان الكاف اللي هي لغارات مي 27 سين مقصة اتنين اللي هي قيمتها بدي يعني هاجي هنا يا استاذ وأمي بدل دول وحاطط طلت لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين زائد لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين تلت زائد واحد ده واحد وتلت واحد وتلت بعد رفع الكاسري عندي واحد وتلت لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين بتساوي اربعة واحد تاتب تلاتة واحد اربعة تلاتة لو عملنا وسطين في طرفين يبقى هنا فيه تلاتة على اربعة الاربعة دي راحت بقت لغارات مي تلاتة سين مقصة اتنين بتساوي تلاتة يبقى سين مقصة اتنين بتساوي تلاتة واحد تلاتة اللي هي بسبعة وعشرين يبقى السين بتساوي تسعة وعشرين يارب يكون المثال ده واضح فيه ناس بتحلوا بطرق تانية بياخدوا الصغير هو اللي يساوي وفيه ناس بتاخد داتة سوي بمجهول ودات سوي بمجهول ويجيبوا العلاقة ما بين المجهولين رسم الدلة اللغة الارتمية هنتكلم فيها في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته